في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن طريقة التسجيل في المنصة والدخول على الكورس اول حاجة ازاي نقدر نسجل على المنصة اول حاجة هندخل على الاسلامة كرم دوت ساعت بعد كده الصفحة تظهر عندنا بالصورة اللي قدامك تقدر تحكم في اللغة يعني النصة عندي دلوقتي مفتوحة باللغة العربية تقدر تغير اللغة زي ما انت عاوز لو كانت عندك باللغة الانجليزية تظهر بالشكل ده تقدر تختار اللغة زي ما انت عاوز بعد كده نضغط على الدخول او التسجيل في الصفحة دي بيطلب منك اليوزر نيم والباسورد طبعا لو انت مسجل قبل كده بتكتب اليوزر نيم والباسورد وتبدأ تدخل عادي في حالة ان انت مسجلتش قبل كده تعمل انشاء اشتراج جديد في الصفحة دي هيطلب منك البيانات اللي هتقدر تسجل بيها هيطلب منك اولا اسم المستخدم اسم المستخدم الاسم اللي انت هتستغلمه في الدخول ماينفعش يكون فيه بقى اي مسافات فنقدر نكتب اسمك تقدر تكتب رقم تليفونك اكتب اي اسم انت عاوز بعد كده يطلب منك كلمة المرور كلمة المرور لازم يكون فيها عندنا حرف كابتل حرف سمول ورقم ورمز بعد كده تقدر تختار اي اربع رقم او اي اربع حروف فعشان الامور تكون سهل عليك ممكن تختار عندك كلمة السر تبدأ بواحد وعلامة الات بعد كده حرف الا وليكن سمول وبعد كده حرف اي كابتل بعد كده تقدر تكتب اي اربع ارقام في الجزء ده هيطلب منك البريد الالكتروني مهم جدا تكتب الايميل بتاعك بشكل صحيح لان ده اللي هيجيلك عليه التفعيل هتعيد كتابة الايميل مرة اخرى بعد كده هيطلب منك اسمك هتكتب المدينة اللي انت موجود فيها وبعد كده تختار البلد بعد كده تظهر الشاشة اللي موجودة قدامنا ان هو تم ارسال الرسالة البريد الالكتروني للتفعيل هتروح على الايميل الخاص بيك هتلاقي رسالة جاية لك ان انت لازم تأكد الحساب بتاعك هتظهر رسالة بالشكل اللي موجود قدامنا هنضغط على اللينك ده كده تم تأكد الحساب هنبدأ ندخل عندنا هنا استمر بعد ما بتسجل على المنصة مفيش اي كورسات موجودة عندك فبتكون الصورة ظهر عندك بالشكل ده لو عاوز تدخل في كورس معين عندك هنا وليكن منهج السفارة او الفري كورسز منهج المنهج المصري الابتدائي والعدادي والمنهج الامريكي والمنهج السعودي وليكن عندي هدخل على منهج السفارة منهج الصف الخامس اللي موجود قدامي لو انا ضغطت على استعراض الدورة التدريبية هنا بالشكل ده هلاحظ ان طريقة الدخول يا اما بدفع عندي هنا بالبيبال او بتواصل عندي هنا مع الادمن يبدأ ان هو يسجل لو انت موجود في المجموعة الانلاين هتبدأ تبعط لي الايميل اللي انت سجلت بيه وانا هضيفك في الكورس بعد اضافة الكورس عندك هتلاقي الشكل ظهر عندك بالشكل ده هتلاقي عندك اسم الكورس موجود هنا تقدر تضغط على مشاهدة عشان تقدر تفتح محتوية الكورس زي ما ظهر عندنا كده الترم الاول وضغطت على الترم الاول هلاقي عندي هنا مذكرة الشرح ومذكرة الوجبات والامتحانات ومذكرة المراجعة النهائي لو ضغطنا على unit 1 هلاقي عندي هنا اسم الدرس وعندي هنا الفيديو والوركشيت والانسر وبعد كده الهومورك الموجود عليه نقدر نفتح الفيديو بالشكل ده طبعا عندي هنا هيديك معلومات لو اول مرة تدخل تبدأ تعمل تشغيل بيظهر عندك الفيديو تقدر تشوفه تقدر تخرج هذه خالص كده انت بعد ما تتفرج على الفيديو هتلاقي عندك العلامة دي ظهرت ان انت فتحت اول فيديو طيب طالب منك بعد كده الوركشيت بعد ما تفرجنا على الفيديو تقدر تحل عندك الوركشيت بكل سهولة هتضغط على الدرس ده اللي بعده هيفتحه لك ده هنا الوركشيت الخاص بالدرسة لو ضغطت هنا عندك هيفتحه لك بحيث ان انت تقدر تنزل الوركشيت هتقدر تحل الوركشيت عندك هنا هتقدر تطبعه وتقدر تحله عندك في ورقة خارجية بعد ما حلية الوركشيت وعاوز تعرف اجابتك صحة ولا غلط لازم تسلم الاجابة طيب نسلم الاجابة ازاي انت بعد ما بتحله بتصوره عندك بالموبايل وتبعته على الكمبيوتر تقدر تبعته عن طريق الواتساب بحيث ان انت تكون منزل الواتساب على الكمبيوتر وتبعته لنفسك نزلته على الكمبيوتر تبدأ تعمل هنا اضافة تسليم تضغط على اضافة تسليم هيبقى الصفحة دي فيها الملفات اللي انت عاوز تسلمه بعد ما بعدت الملف لنفسك على الكمبيوتر تقدر تفتح الملف اللي موجود فيه وتاخده عندك هنا حاجة اسمها drag and drop اللي هو السحب والافلات تبدأ تسحب الملف كده وتسيبه مكان الملف عندك الموجود هيبتدي يحمل عندك زي ما انت شايف كده بعد ما نزلت الملف تبدأ تعمل حفظ بعد كده هتضغط على اليمين على الاجابات هتلاقي الاجابات الموجودة عندك هنا تقدر تراجع اجاباتك وتشوف الاجابة الصحة والاجابة الغضبط عندنا برضو ملف تاني للهومورك تضغط عليه هيظر عندك بالشكل اللي ظهر ده تقدر تفتح ملف الهومورك زي ما احنا قلنا ده كده عندنا ملف الهومورك الموجود دي كده طريقة التعامل مع اي درس موجود عندنا طبعا الدرس ده مش هتريدك تظهر عندك علامة الصحة وتقدر تشوف اجاباته غير بعد التسليم هنعمل اضافة تسليم بنفس الطريقة اللي عملناها مع الووركشيت تقدر تعمل اضافة تسليم هتظهر عندك الاجابات لو عاوز تغير الادات الخاصة بيك هتضغط على صورتك اللي موجودة هنا فوق على الشمال وبعد كده تضغط عندك على الملف الشخصي تقدر تغير صورتك هنا تعمل تعمل تحرير الملف الشخصي تقدر تغير اسمك او تغير الايميل اللي انت هتستخدمه تقدر تغير كمان صورتك لو انت عندك صورة عاوز تنزلها هنا ولكن فيه صورة انت عاوز تستخدمها هنا هنزل عندي هنا الصورة عاملها برضو نظام السحب والافلات هالصورة عندنا هتبتدي يتحمل بعد كده اعمل تعمل ايه التحديث للملف الشخصي الصورة هتتغير عندي هنا هي لوقتي الصورة تغيرت مجرد ما تعمل تسجيل خروج وتسجيل دخول هتلاقي الصورة عندك اتغيرت اي اشعار جديد هتلاقيه موجود عندك هنا طيب لو عاوز تعرف درجاتك تقدر تدخل على التأديرات ده لو في حالة ان كان فيه امتحان وانت حلته وعاوز تشوف مستواك لغاية دلوقتي مفيش اي امتحان موجود فعشان كده مفيش اي درجة متسجلة لك لو عاوز تشترك في اي كورس من الكورسات التانية زي ما اتفقنا نقدر ندخل على المكتبة هتلاقي عندك هنا كورس خاص بجدور الدرج ده نقدر نستخدمه مع للطلب اللي عندها مشكلة في حفظ جدور الدرج تقدر تسجل عندك هنا بطريقة بسيطة مجرد ما تدخل هنا سجلني في هذا المقارن لو دخلت على لوحة التحكم هتلاقي الكورس نزل عندك هنا بالشكل بيقولك انت كملت قديم من الكورس يعني انت الوقتي بعد ما بتحل المجموعة من الدروس بيقولك انت كملت بنسبة 5% 10% وهكذا وليكن عندي هنا هدخل على كورس نخص بجدور الدرب هندخل على جدور الدرب بتاع الاتنين هتلاقي عندك هنا فيديو تقدر تسمعه اكتر من مرة لحيث ان احنا نحفظ جدور الدرب بعد حفظ الجدول هلاقي عندنا هنا اكواز نقدر ندخل عليه ونعرف درجتنا حفظنا بنسبة قدية هيجي لك هنا رسالة بيبلغنا ان الزمن اللي احنا المفروض نحلي فيه 40 دي وانا عندي هنا درجة النجاح من 60 من اصل 72 سؤال عشان نفتح الكواز نعمل محاولة اداء الاختبار الآن ابدأ المحاولة بعد ما يفتح عندنا الاختبار بيجي لنا بالشكل الموجود قدامنا بيجي لنا هنا الوقت المتبقي الاسئلة من هنا من سؤال من رقم 1 ل72 نبدأ نكتب الاجابة عندنا هنا ونضغط على الصفحة التالية بعد حل الاسئلة او الانتهاء من الوقت هيولينا الاجابات الموجودة عندنا الاجابات الصحيحة والاجابات الخاطئة كده شرحنا المنصة وكده شرحنا ازاي ان احنا نقدر نختار الكورس اللي احنا عاوزينه عشان تفتح الكورس بالكامل قدام منك بتضطط على العودة عاوز تستعرض الكورسات اللي موجودة قدامنا وليكن بتفتح من المكتب هنا وتختار المنهج اللي انت عاوزه وليكن هفتح المنهج الامريكي هلا هي موجودة عندنا هنا الدلوس من اول grade 1 لغاية grade 12 كلها نقدر ندخل عليها بنفس الطريقة حاولنا على قد ما نقدر ان احنا نغطي كل اللي انتم محتاجينه في المنصة يارب تكون مفيدة بالنسبة لكم وتساعدكم ان احنا نجيب عندنا الفول مارك ونكون نفاهمين الماث بشكل افضل ترجمة نانسي قنقر